موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم قال رئيس حزب الصواب القيادي بكتلة احزاب المعاهدة عبد السلام الحرمة ان المعارضة الموريتانية اليوم امام خيارين اولهما البحث عما يجمع ويوحد للدخول في حوار سياسي مع النظام وثانهما رفض الدخول في الحوار لكن بتقديم مبررات موضوعية لذلك تصريح الحرمة جاء خلال مداخلة له في ندوة السلطة والمعارضة في دولة القانون نظمتها مؤسسة المعارضة الديمقراطية بن واكشوت نحية اخرى قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن والمحمد ان النظام مصر على تعطيل سير البلد نحو الديمقراطية ودولة القانون وانتقد والمحمد خلال ندوة بن واكشوت انتقد الوضع الاقتصادي في البلد متهما الحكومة بفرض سياسات ضريبية وصفها بالمشحفة نظم تجمع من اجل الاستعادة والتكوين والتربية عارف نظم نشاطا تكوينيا بالعاصمة واكشوت لصالح عدد من المعلمين العقدويين والرسميين ويهدف التكوين حسب القائمين عليه الى الاسهام في الرفع من مستوى قطاع التهذيب وتقديم مواضيع مختلفة تهم المعلم الموريتني ونختم المجزى بهذا الخبر الرياضي حيث بعد ان اعاره نادي تفرغ زينة لنادي النهضة العماني لمدة خمسة اشهر ونجاحه في انقاذ النادي من الهبوط لدور درجة ذانية عاد المهاجم على الشيخ الفلاني لناديه السابق تفرغ زينة وجدد العقد معه لمدة سنة بعد انتهاء فترة اعارته يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك اللاهراتي على الشاشة السادسة نشرة اخبارية بحول الله دمتم في امان الله اشتركوا في القناة